موسيقى حين نسمع بكلمة الإدمان تظهر السجائر والمشهوبات الكحولية والمخدرات في أذهاننا متناسين أن معنى الإدمان قد يشمل أموراً أكثر فما هو الإدمان؟ يعني أنك لا تستطيع الابتعاد عن فعل شيء تعودت عليه بشكل مستمر والانقطاع عنه يعني تغيراً ملحوظاً بالسلوك والتصرفات وهبوطاً بالمزاج أو حتى العصبية وسرعة الانفعال إذن فكثرة التبضع إدمان يعكس حب التملك وفعل المخاطر إدمان يعكس حب الإثارة وممارسة ألعاب الفيديو إدمان يعكس حب المنافسة وحتى الأكل المبالغ فيه هو إدمان يعكس شراهة الإنسان بعض أنواع الإدمان يمكن أن تقتل الإنسان كإدمان عمليات التجميل التي تعكس قلة الثقة بالنفس والمحاولة المستميتة لاكتساب الجمال والإدمان على العمل الذي ينتشر بدول كاليابان والصين والذي يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع معدلات الكآبة مما يدفع بالكثيرين منهم إلى الانتحار لا يوجد نوع إيجابي من الإدمان فأي شيء تشعر أنك لا تفعله بإرادتك هو حالة سلبية ويجب عليك التخلص منها بأي طريقة ممكنة فالله خلقنا مختلفين عن باقي الكائنات بالإرادة ولا يمكن أن نكون بشرا من دونها قد يبدو الأمر صعبا لكن مع العلاج السلوكي والرغبة الداخلية الحقيقية للتغيير لن يكون الأمر كما تتخيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر